اكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالل النعمي وزير شؤون الاعلام ان رعاية الدائمة التي يحظى بها قطاع الاعلام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه تعد الدافع الرئيسي لتكثيف العمل على تطوير هذا القطاع وتشجيع المبادرات التي تعزز الابداع والابتكار فيه واشار سعادة وزير شؤون الاعلام لدى حضوره اليوم ختام جلسات مختبر المبدعين الذي نظمته الوزراء على مدى ثلاثة ايام الى ان الاستثمار في المواطن البحريني هو غاية جهدنا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء الذي دائما ما يؤكد ان المواطنة هو محور التنمية واساسها وكل جهد حكومي يصب في خدمة المواطن وتطوير قدراته في المجالات كافة واعلن سعادة وزير شؤون الاعلام عن مبادرة خارج الصندوق كمبادرة جديدة تعد من توصيات هذا المختبر والتي تهدف الى جمع الافكار الابداعية للكوادر الاعلامية العاملة في الوزارة وبلورتها لصناعة محتوى مرئي مؤثر منها بمشاركة الجميع وشدى سعادة وزير شؤون الاعلام بالجهد الكبير الذي تم بذله في الاعداد والتنظيم لمختبر المبدعين وتضافر جهود الكوادر الاعلامية من مختلف ادارات الوزارة لتبادل الخبرات ونقل التجارب العملية بهدف تطوير العمل الاعلامي وتعزيز جودته متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح على مدى ثلاثة ايام شارك منتسب وزارة شؤون الاعلام في فعاليات مختبر المبدعين هذا المختبر الذي جمع الافكار الابداعية ووضعها تحت المجهر لتصل بالشكل الصحيح والواضح التفاعل كان كبير بس اللي فاجأنا بالفعل لما اسموها ورشة مبدعين الزملاء اللي كانوا يحاضرون واللي كانوا يعطون الأمور التقنية في السوشال ميديا يعني ورشة جميلة وبداية جميلة يعني في وزارة شؤون الاعلام ان نستمع لهذه الطاقات الكبيرة اللي بالفعل أول مرة نشوفها وأول مرة تصور هذه الورشة واكتشافنا يعني زملاء جدا ممتعين في مختلف الأقصى يعني أنا شخصيا استفت وايد حبيت أن الكل موجود فيها الثلاثة أيام والكل قاعد ينقل تجاربه وخبراته للآخرين من الزملاء وزميلات اليوم لما احنا ناخذ هذه التجارب وناخذ هذه الخبرات وناخذ هالبرامج أيضا نطور من ناحية المحتوى الابداعي محتوى التفكير أيضا لطرح هذه المحتوى مبادرة وتوصية طرحت خلال مدة عقاد الفعالية بهدف تسريع وطيرة الإنجاز وتوضيد التعاون بين منتسبي الوزارة لمواصلة مساعي وزارة شؤون الإعلام في تعزيز الشراكات البناءة والفاعلة بين المنتسبين كافة الآن مختبر المبدعين هي فكرة رائدة تمكننا أن نشارك معرفتنا مع بعض هذه المعرفة التي يفترض أن نسخرها لصناعة النجومية للإعلام المحلي للترويج أكيد للبرامج التي تقدم على إذاعة وتلفزيون البحرين نشكر سعادة وزير الإعلام على هذه الفعالية التي تعلمنا منها الكثير وزادت شخافنا والتقيننا فيها مع زملائنا من الإدارات الثانية وتبادلنا الأفكار بياهم وإن شاء الله في المستقبل الغريب أحنا نفذها معلومات وغاية غيمة ما شاء الله محاضرين متل ميزين وصراحة أنا أشوف بتكون قفزة حق وزارة الإعلام وحق جميع الناس اللي يحبون السوشال ميديا واللي يشاركون في الإعلام ردود فعل إيجابية ونتائج مباشرة تحققت في مختبر المبدعين ما يؤكد وصول المعرفة والتجارب التي عرضت بالشكل المؤثر الذي يأتي ليجدد التعاون لتوفير الحلول المبتكرة التي تبرز الأفكار الخلاقة لصناعات المحتوى باحترافية الأفكار الرائدة والإبداعية والقافزة تحتاج إلى تعزيز مختبر المبدعين أثبت أن منصة الانطلاق الثابتة تساعد الفكرة على تطورها وثبتها ووصولها إلى المراكز الأولى شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون بحرين ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة